يسعى تنظيم داعش الإرهابي لمحو التاريخ الثقافي لحضارات كانت تعيش على أرض الرفدين حيث عامدة لتدمير معالم أثرية كان آخرها قيام مسلحي التنظيم بتدمير كنوز وعجائب تعود للحقبة الإمبراطورية الأشورية في مدينة نمرود التاريخية والتي أعلنت القوات العرقية بص سيطرتها عليها بعد معارك عنيفة مع مسلحي التنظيم الإرهابي وتعرف مدينة نمرود أيضا باسم كلحو وتعود الآثار الموجودة فيها إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد إلا أنه بعد سيطرة داعش الإرهابي على المدينة الأثرية في آذار عام 2015 سهرع عناصيره إلى تدمير كل الرموز التاريخية فيها صحيفة The Times الأمريكية ذكرت من جهتها أن صور الأقمار الصناعية أكدت مخاوف الكثيرين حول تدمير الزقورة وهي معبد تاريخي يعود تاريخه إلى 2900 سنة وهو معروف بالهرم الأكثر إثارة وشهرة في بلاد ما بين النهرين وأحد عجائب ناحية نمرود واستولى داعش على سلسلة من أهم المعالم الأثرية في عدة مدن بمنطقة الشرق الأوسط وذلك بعدما أحكم سيطرته على بلاد ما بين النهرين بين الصيف 2014 وربيع العام الماضي بالإضافة إلى تدمر في سوريا ولا يزال التنظيم يسيطر على مواقع آشورية أخرى منها آثار نينوى وخرسباد وأيضا مدينة الحضر الصحراوية التي يرجع تاريخها إلى 2000 عام وتشتهر بمعب ذي أعمدة يجمع بين العمارة الرومانية الإغريقية والشرقية